تأملوا كيف خص سورة من سور القرآن بهذا الاسم بسورة الجمعة وتأمل كيف افتتح الله تعالى هذه السورة فاتحت سورة الجمعة فاتحة خاشعة مهيبة فتحت بالتسبيح والتقديس والتعظيم لله جل وعلا قال الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم تسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم وهذا هو المقصود الأعظم من خطبة الجمعة بل هو مقصود الدين كله تسبيح الله تعظيمه تخرج من خطبة الجمعة في قلبك تعظيم وتقديس لله فيلهج لسانك بتسبيحه وذكره جل وعلا ثم تأمل قال الله تعالى بعدها هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وهذه خلاصة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وهي في الحقيقة مقصود خطبة الجمعة فخطبة الجمعة زكاه للنفوس ويتعلم المسلم فيها أهم أحكام دينه وأذكر في فترة انقطاع الجمعة أن بعض الإخوة كان يقول نشعر في نفوسنا بوحشة نشعر أن قلوبنا قست وتحجرت سبحان الله هذه الخطبة لها تأثير خاص على القلوب ترجمة نانسي قنقر